اطلع محافظ شبوى محمد صالح بن عديو على نوعية وحجم ونسبة الإنجاز في المشروعات الرياضية المتوقفة العمل فيها لسنوات طويلة في مركز المحافظة بمدينة تعتق ووجه باستئناف العمل فيها واستكمال مكوناتها الأساسية وبتمويل من الدعم الرئاسي وشملت زيارة المحافظ مشروع ملعب الخليفي بعتق ووافق على استكمال مكونات هذا المشروع الرياضي والعمل على تعشيب أرضيته بالعشب الصناعي ودراسة إمكانية إقامة محلات تجارية في الواجهة الرئيسية من الملعب على أن ترجع عائدتها له كما وجه باستكمال ما تبقى من مكونات الصالة الرياضية المغلقة والمتعددة الأغراض والتي تمثل النوات الأولى للمدينة الرياضية المتكاملة بالمحافظة كما ناقش المحافظ مع قيادة مكتب الشباب ورياضة بالمحافظة مختلف أوضاع المكتب وأبرز المعاوقات التي تواجه عمله الإداري والرياضي والشبابي وفي ختام اللقاء وجه باستئناف حصول المكتب على مخصصاته من صندوق النشئ والشباب بعد توقفها لسنوات وتمويل دوري 30 من نوفمبر التي رعاها المكتب سنويا لأندية المحافظة ترجمة نانسي قنقر